خيبة أمل واستقراب وتساؤلات مشروعة طرحها عدد من النواب حول تدني ترتيب جامعة الكويت في التصنيف العالمي حيث حازت على المرتبة الرابع والعشرين عربيا مما شكل صدمة رغم الإمكانيات المالية والفنية الكبيرة خلنا ننظر للوضع الحالي في الجامعة نشوف التخبط اللي صاير اللي حاصل في كثير من الأمور وأيضا من نظام صح التعبير الفوضى في البعثات التعينات الترقيات وأيضا في دعم البحوث وأيضا في تسهيل عمليات الباحثين وفوق هذا كله أن لا توجد طريقة ثابتة واضحة منهجية لتقييم جامعة الكويت اللي تعتبر من الجامعات جغرافيا غريبة الوضع وبدوري أبدلن أبعاد الإخرافي تفاؤله من أن تتجاوز جامعة الكويت هذه النكسة للأفضل ورغم أن الميزانيات ضخمة رغم أن الأمكانيات كبيرة إلا أن هذا الشيء واضح للقارئ بس أتمنى إن شاء الله متفائل أتمنى يصير شيء أفضل تأخر تنفيذ خطة التطوير وعرقلة تلك الخطط رغم المطالبات البرلمانية دلل على وجود خلل يحتاج إلى تكاتف الجهود لتلوزون المجلس طارق السهو